مفتوحة وكان قابلها بيلعب بطولة تانية في امريكا وتصف كتفه وعالج نفسه في نو تايم ورجع لها في بطولة امريكا المفتوحة اللي بتتلعب دلوقتي في ولاية في لادلفيا والحقيقة مصطفى عسل كان قرعيته صعبة جدا ويبدو ان هذا اللاعب موعود مع القرع الصعبة في كل بطولاته لو اتكلمنا عن دور التمانية لاعب بولكول احد اكبر المصنفين في العالم واستطاع انه يتخطى في المباراة جامدة جدا راح قبل النهائي لعب ديجو الياس وفاز عليه ثلاثة اتنين في المباراة كانت صعبة جدا انا عايز اقول لكم موقف في الشوت الخامس في الشوت الخامس كانت النتيجة عشرة تمانية لديجو عشرة تمانية فضله نقطة لان الشوت بيبقى من حداشر يعني لو كسب حداشر خلاص ولو عود مصطفى عسل جاب عشرة عشرة بلعبه دوس او شوز على اتنين لازم يكسب نقطتين متتالية نجح مصطفى عسل ان يفوز اتناشر عشرة يعني حقق اربع نقاط متتالية وديجو لم يحقق اي نقطة حقيقة ده بيبقى ضغط عصبي رهيب 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 على اللاعب الف من يوم مبروك لمصطفى عسل مصطفى بيقدم يعني مستويات كبيرة مصطفى البطولة دي لو جاتها تبقى لاغلة بالنسبة له هيلعب مين في الفينال؟ هيلعب طريق مؤمن والتاريخ بيقول ان مصطفى عسل يعني افضل بس طبعا دي لعبة مفاش تاريخ زي ما انتوا شايفين يعني يعني شايفين عشرة عشرة خلينا نشوف الكرة دي عشرة عشرة نتيجة كده 11 عشرة يعني بعد ما جاب التعادل دي لعبة الجيء الكرة الاخيرة 11 عشرة لو جابها مصطفى عسل يفوز باللقاء بصوا التركيز مش عايز يغلط بيطول الرالي مش مستعجل يحط طبعا طبعا زي ما انتوا شايفين جابها في الصفيحة تحت الخط مصطفى عسل كسب الحقيقة مصطفى ما كانش بصدق نفسه لانه طبعا طلع من اصابة والوقت دايق كان اسبوع وعشرة ايام بين البطولتين طبعا كل الجماهير سقفت له على عزمته على قراطته وطبعا زي ما انتوا عارفين بيسجد سجدته الشهيرة بعد كل مباراة مصطفى عسل ابن النادي الاهلي واحد ابطاله نتمنى لكل التوفيق وان شاء الله اكيد هنحاول انه بعد ما يرجع بالسلامة من امريكا يكون معانا لان الحقيقة برنامج الابطال بشهدته كان وشه حلو عليه في كثير من البطولات كان لركزğu اهلي عملية كان للتوفيق يم вокруг